على المستوى الرياضي وزي ما كنت بقول لحضراتكم النهاردة يوم الرياضي مبهج يعني مباشر وده نقدر نقوله على النتائج اللي احنا شايفينها النهاردة من أبطالنا ومن اللاعبين المصريين على مستوى المنتخب الأولمبي لكرة القدم النهاردة ظهر المنتخب بشكل طيب في مباراته أمام المنتخب الأسترالي وحقق نتيجة إيجابية بواقع هدفين زي ما قلت لكم بطل المباراة تقدروا تقولوا بكل ثقة محمد الشناوي يعني اللي أنقذ العديد من الفرص ومنهم فرصة كانت يعني احنا شايفينها راعة الشبكة إنما الشناوي الحمد لله الحمد لله يعني طار وقدر إنه هو يتصدى لهذه الكرة رمضان صبح النهاردة دينامو في الملعب كان دينامو في الملعب الحقيقة لعب بشكل طيب جداً نتمنى أنه يفضل بنفس المستوى ده وأقوى خلال الفترة القادمة والمبارات اللي جاية حجازي والوينش وعمار حمدي الحقيقة قاموا بمباراة طيبة جداً عمار حمدي كمان الحقيقة لاعب خامة كويسة جداً جداً دينامو في الملعب يعني تلاقيه في كل حتة وبالتالي ده اللي خلاه يسجل الهدف الثاني بعد الهدف الأول اللي كان من ثرو باس كده لطيف جداً متأشرة من رمضان صبحي أسكنها أحمد ياسر ريان الشباك بكده المنتخب المصري الأولمبي عنده مباراة مهمة جداً في دور التمانية يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر أمام منتخب البرازيل زي ما قلت لحضراتكم مباراة مهمة مش مستحيلة إن احنا نحقق فيها الفوز ويمكن أقول كمان مش صعبة قوي لأنه كان فيه مباراة ودية لو تفتكروا في نوفمبر الماضي حقق فيها المنتخب المصري الفوز بنتيجة 2-1 هتيجي تقول لي طبعاً المباراة الودية مش مقياس قوي هقولك أنا معاك لكن على الأقل نبقى داخلين المباراة وما فيهاش رهبة إنه هنهار بضا حنا هنلعب البرازيل لا ما لعبناهم قبل كده وخصوصاً وإنه زي ما قلت لكم المستوى اللي شوفنا النهاردة في المباراة طيب فيه أحسن من كده أنا متأكد بس المستوى ده واللي أحسن منه في مباراة البرازيل يطمن على النتيجة إن شاء الله والمستوى اللي شوفنا النهاردة لو كان فيه مبارتين إسبانيا والأرجنتين كان يمكن النتيجة كانت تبقى مختلفة بالمناسبة أستراليا اللي احنا كسبناها النهاردة كانت ملعبة الأرجنتين وكسبتها وبفوز المنتخب المصري النهاردة طبعاً كمان فكرة تعادل إسبانيا وأرجنتين والأرجنتين ده عزز فرص انطلاق أو تأهل المنتخب المصري إنه أسبانيا فازت برضو كنا نتأهلنا لو الأرجنتين فازت كنا هنخش بقى في حزبة الأهداف وما إلى ذلك فكل التوفيق للمنتخب المصري ويا رب إن شاء الله يستكمل مسيرته بكل نجاح ويقدر يحصد لنا ميدالية من الميداليات لأنه التاريخ لا يعرف الإنجازات غير الميدالية فده اللي احنا إن شاء الله منتظرينه